مثل كل عام تتوافد قوافل الحجاج إلى الحرام المكي لأداء مناسك الحج وسط تجديدات وتطويرات كثيرة طرأت على الخدمات المقدمة لتسهيل أداء المناسك للحجيج ولعل أبرزها هو خدمة الترجمة من اللغة العربية إلى عدة لغات يتحدثها الوافدون من شتى أقطاب العالم الإسلامي تقريباً 80% من زوار مسجد الحرام هم ليسوا عرب وقد بدأت هذه الخدمة منذ نحو أربع سنوات ولا تزال في تطور مستمر ففريق المترجمين يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة أكثر من مليوني حاج ولتأمين حاجاتهم بلغات عدة من أبرزها الإنجليزية والفرنسية والصينية فضلاً عن الأردو التي يتحدث عشرات الألاف من الحجاج أغلبهم الحجاج من الهند باكستان ومن نيبال ومن بنغلاديج هؤلاء يتكلمون كل أغلبهم باللغة الأردية وأكثروا الحجاج خدماتنا باللغة الأردو ويساعد فريق المترجمين في تسهيل أداء المناسك للحجاج بتجاوز عائق اللغة حفاظاً على النظام ولألا يضل الحجاج طريقهم في باحة الحرام نحاول أن نساعدهم في العثور على المواقع وفهم محتوى اللفتات وقراءة الخرائط نحن نتحدث عشر لغات وبالنسبة للترجمة المسموعة فنستخدم خمسة لغات وتعاول السلطات السعودية بشكل كبير على خدمة الترجمة فقبل نحو ثلاث سنوات أدى تدافع الحجاج في شعيرة رامير جمرات إلى مقتل نحو ألفين حاج في وقت أفادت التحقيقات بأن نسبة كبيرة منهم لم تستوعب إرشادات رجال الأمن المنتشرين بالحرم وبحسب السلطات المحلية فمن المنتظر أن تتضاعف قوافل الحجاج خلال العقود المقبلة فبحلول عام 2060 يتوقع أن تتجاوز نسبة المسلمين بالعالم المليار وثمانمائة مليون نسمة لتبلغ حد الثلاثة مليارات ترجمة نانسي قنقر